إلى أسواق المال حيث سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا بنهاية تعاملات اليوم أولى جلسات الأسبوع حيث اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو البيع في حين مال التعاملات المصريين نحو الشراء وسجل رأس المال السوقي لأسهم شركات المقيدة مستوى 759 مليار وتسعمائة مليون جنيه وذلك وسط تدولات بلغت نحو 4 مليارات و200 مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات تراجع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 51 من 100% ليغلق عند مستوى 11830 نقطة كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 61 من 100% ليغلق عند مستوى 2196 نقطة كما هوت مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 61 من 100% ليغلق عند مستوى 3223 نقطة